أكد الفينتاجون أن الخطة الأمريكية لإنشاء ميناء عائم قبلة قطع غزة لإصال المساعدات للمدنيين ستستغرق وقتا قد يصل إلى 60 يوما يأتي ذلك فيما أعلنت تكندا استئناف تمويل وكالة الأنروا بعد أكثر من شهر على تعليق في الوقت الذي واصل فيه الاحتلال الإسرائيلي قصفه بلا هوادة على غزة يأتي بصيص أمل في إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد الإعلان عن الممر البحري المرتقب بين قبرص وغزة في بيان مشترك للجهات المساهمة في الخطة وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تم الإعلان عن فتح ممر بحري بين قبرص وغزة لتوصيل مساعدات إنسانية إضافية تشتد الحاجة إليها في القطاع وعلى الرغم من اعترافهم بأن هذه العملية ستكون معقدة أكد المساهمون تصميمهم على العمل من أجل ضمان إيصال المساعدات بأكبر قدر ممكن من الفعالية وأعلن البنتاجون أن الميناء العائم المؤقت الذي تعتزم الولايات المتحدة إن شاءه قبال تغزة لإيصال المساعدات إلى سكان القطاع ستستغرق عملية بنائه ما يصل إلى ستين يوما وسيشارك فيها على الأرجح أكثر من ألف جندي وفي خطوة تزيد من الأمل لإنقاذ حياة الآلاف من النازحين الذين باتوا في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية أعلنت كندا استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بعد أكثر من شهر على تعليقه وبين جهود ضخ المزيد من المساعدات والمواد الإغاثية إلى القطاع والجهود الرامية للتهدئة في غزة مع حلول شهر رمضان يبقى الفلسطينيون متعلقين بهذا البصيص من الأمل في إنقاذهم لعل الحياة التي فقدوها على مدار خمسة أشهر تعود إليهم من جديد